تعالوا بقى نروح على مقر جريدة الجمهورية وزميلتنا العزيزة هانا أبو القاسم اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع وحيكون كمان لها لقاء مع الأستاذ حسام الغربوي النقض الرياضي في جريدة الجمهورية صباح الفل عليك يا هانا صباح الفل على ضيفك تفضل صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة صحفية جديدة ومن داخل مقر جريدة الجمهورية هنقلكوا أبرز أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم وهيكون معايا أستاذ حسام الغربوي الكاتب الصحفي والنقض الرياضي لينقشني في هذه الأخبار خلوني في البداية أبدأ بعنوين أخبارنا اليوم والبداية من جريدة الجمهورية في دوري الأفطال الأوروبي الليلة ثلاث فرق تبحث عن العبور وأيضا من جريدة الجمهورية ضربات الجزاء صح أم خطأ الفار حديث الدوري ومن جريدة الرياضية جمهير جراميو تحطم الفار ومن جريدة الشرق الأوسط ميسي حزين من تصريحات لابورتا ولن يطلب مني أحد اللعب لبارشلونة مجانا وأخيرا من جريدة الشروق فرق فرق والشرباغي يحافظان على صدارة التصنيف العالمي للسكواش أستاذ حسيم طبعا في البداية برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي النهاردة بداية الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أفطال الأوروبا طبعا هتكون فيه منافسات مشتعلة ثلاث فرق تبحث عن العبور يعني سواء طبعا بايرد ميونيخ منشستر يونايتد أو بارشلونة ايه توقعات حضرتك لمباراة اليوم طبعا لنا توقعنا هذه بقى مباراة نارية بصراحة الجولة الرابعة في دوري المجموعات طبعا هم ثلاث فرق قوية جدا بيحاولوا انه هم يوصلوا للمجموعات يصعدوا للمجموعات الاقصائية من خلال المتصدر المجموعة والوصيف بتاعه من خلال التمن فرق طبعا من بايرد هو متصدر المجموعة بتاعته هو اخد ما يقرب من تسع نقاط والعلامة الكاملة في كل المباراة اللي خدها الى جانب نواة طبعا محقق ستة القاب للبطولة بيحاول انه يحقق اللقب السابع وفي نفس الوقت طبعا هو هتبقى مباراة قوية مع البطل البرتغالي في نفس الوقت طبعا من برشلونة من الفرق القوية جدا اللي حصل على خمس القاب من البطولة وطبعا قدامه مباراة قوية جدا قام كيف الاوكراني وده بينطبق برضو على منشستر يونيتد اللي عنده مشاكل بالنسبة لمدربه والنتائج السلبية رقم النوم حقق ثلاث مرات هيقابل طبعا أطلنطا الإيطالي فطبعا كل فريقه بيحاول ان هو يصالح جمهوره احنا بنلاقي برشلونة طبعا في الدوري الأسباني ما حققش ثلاث مباراة متتالية فطبعا عايز يحقق النهاردة ان شاء الله فالنا بتوقع ان هتبقى مباريات سأريزة ملوء أو بقوة كل فريق عايز يحقق ذاته فنتمنى ان احنا ان شاء الله نشوفها بالشكل القوي ننتقل بقى لأكتر موضوع بيشغل بال الجماهير المنصرية اليوم في بطولة الدوري وهي تقنية الفار ويمكن بعد كل مباراة بنشهد جدل كبير جدا سواء على السوشيال ميديا أو بين الجماهير ايه تقييم حضرتك لاستخدام تقنية الفار في مصر طبعا تقنية الفار في المستوى العالمي هي مازالت تحت التجديد زي ما بيقولوا يعني هي مازالت في طور التطور فشيء طبيعي هما الامكانيات بتاعة الاجهزة نفسها اكيد بتتطور عام 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 وطبعا احنا لازم نبقى مراعين ظروف الجماهير الجمهور اما بيكون الفار ضد الفريق اللي الجمهور بيشجعه بشكل معين او القرارات بتاعته مش صبف صلحه وشيء طبيعي ان ده بيحصل ولكن هي طبعا بتساعد كتير وهتساعد كتير على الحكام اللي اتخذوا اجراءات قوية وان كان فيه ناس بتشوف طبعا ان في مصر المشكلة ان هما الناس بتفكر الجماهيري ان كل لعبة بتتلعب هتتاخد مثلا تحسب ضرب الجزاء او تحسب فاول او كده وطبعا ده مش موجود في اوروبا وده عم مسبب جدل ولكن انا شاف تكنية الفار ما زالت تحت التطور وان شاء الله في المستقبل هتبقى افضل وهتساعد الحكام بشكل جاي يعني استكملا الحديث عن الفار مش بس الاعتراضات بتكون داخل مصر يمكن كمان شوفنا اعتراضات لفرق في البرازيل حديثك شايف الموضوع ده ازاي طبعا زي ما احنا قولنا طبعا شيء طبيعي ان ما بيكون نتيجة الفار او يعني ممكن الغي هدف او احسب بنالتي او ان انا احسب كرة صعبة على الفريق المنافس او على شيء طبيعي ان الجماهير بترفض ده وده دي يعني موجودة من زمان في كرة القدم طالما مش لصالحي انا بابقى ضده ولكن طبعا هي مع الوقت وتطور الاجهزة نفسها الجمهوري هتقبل ده وان شاء الله مع الوقت والوعي الاعلامي ان شاء الله باذن الله الدنيا هتبقى افضل وهتتقبل الجماهير ان شاء الله قرارات الفار النهاردة كما اين معنا خبر ليه علاقة طبعا بميسي بعد تصريحات جوان لفورتا رئيس نادي بارشلونا ويمكن طبعا تصريحات ميسي الغاضبة اغضبت كثير من الجماهير ايه تعليق حضرتك على التعليقات وانا طبعا من وجهة نظري ان انا شايف هو ميسي شكله ان هو بيحب بارشلونا قوي يعني هو طبعا شيء طبيعي ان بيمله حتى لو انتقل من خلال يعني عملية الاحترافية ولكن هو نفسه يقول انا بحبي بارشلونا وعند استعداد مقف جنبه في اي وقت بحيس ان انا اشوفه في وضو اللي طبعا احنا شفنا بارشلونا في الدورة الالتالت في الدورة الاسبانية ثلاث مبارات محققش فيهم حاجة فشيء طبيعي ان ده يزعجب انه كان نجم الفريق وحتى هو بيقول انا مستعد ان اكون حتى لو ولو سيكرتير فني في المستقبل او حتى انضمام ليه طبعا وان كان هو ما يعرفش دلوقتي هيسي بالفريق امتى اكيد كان من الاسنين طويلة هل هو ممكن ينتقل عامل لبعده او اللي غيرت ما يخلص عقده او هيجدد في الفريق المتواجد فيه حاليا ولكن طبعا ده بينوم ان ميسي بيعشق برشلونة وان شاء الله ياريت ان هما يستفيدوا منه سواء كلاعب او حاجة فنية في المستقبل كمان في النهاية ويمكن نختم بخبر صار لكل جماهير المصرية هو طبعا استمرار تصدر ابطالنا المصريين للتصنيف العالمي في لعبة السكواش ويمكن الحقيقة الفترة الاخيرة اللاعبين المصريين في تطور كبير وبيحققوا انجازات كتير حريك شايف ده ازاي؟ طبعا تاريخ مصر كبير في السكواش وطبعا محققين نتاج مبهرة جدا ودينا شوفنا علي فرج الشهر الثالث على التوالي التصنيف العالمي هو بيحصل عليه وفي نفس الوقت احنا ده بيخلينا في المقدمة وبنلاقي برضو الشرباجي اللي محقق المركز التاني وطبعا مش هننسى نور الشربيني اللي محقق طبعا حاجة كبيرة جدا 13 بتتصدر للمرة 13 على المستوى العالمي وده بيؤكد ان مصر فعلا بالنسبة للسكواش بتتصدر العالم في هذه اللعبة فنتمنى لجميع ابطلنا الاستمرار بهذه القوة وان شاء الله يرفع عالم مصر في المحافلة الدولية بشكر حررتها جدا شكرا شكرا جزيلا شكرا ده كان لقائي مع استاذ حسام الغربوي من داخل مقر جريدة الجمهورية ودي كانت جولتنا في الصحف الرياضية اليوم العودة لكم وراء أخرى في الستوديو شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا عزيزة هنا أبو قاسم وأكيد تحياتنا للاستاذ حسام الغربوي استاذ حسام كان بيتكلم مع هنا من شوية على تبصيلة الفار ولسه كلام يعني مستمر على على هذا الملف اللي بيثير الكثير جدا من الجدل وبيقول ان الفار حاليا في مرحلة ان هو بيتطور اتمنى ان كمان حكمنا هم كمان يتطوروا فيما يتعلق به قراءة الصورة اللي في كتير جدا من الأحيان بتقواضحة زيادة عن اللزوم مش حكاية ان ممكن يبقى الفار بطبيعة الحال اي جمهور حيبقى متضرر لو الفار قال حاجة عكس إرادته بديهي جدا ومنطقي بس انا مش عايزين هو يقول لا يصب في مصلحتنا ولا ما يصبش احنا عايزين يصب في مصلحة العدل ومصلحة إحقاق الحق وخصوصا ان احنا بنتكلم على ان الفار ده يعني المبدأ نفسه يعني مبني على فكرة ان في زوايا متعددة وفي سلو موشن وفي خطوط ورسومات بيانية بتبين الحقيقة ازاي ما تبقاش واضحة بما يكفي برغم كل التقنيات دي فيعني نتمنى ان ما ينتقش عن الفار مشاكل كتير الفترة الجاية ومنقبش عند الملف ده كتير لان الموسم اللي فاتلة وحضراتكم تفتكروا الموضوع بوخ وقدم ويضطش الحقيقة